يا مساء الفل على احلى شباب في الدنيا اخبار جديدة من عملة نوت كوين اخبار ايجابية جدا اخبار بخصوص ادراج العملة والعملة هتدرك كرمز مميز وبالاسبات ان العملة هتدرك فعلا والعملة اندرجت على اكتر من مكان كوين جيكو وكوين ماركت كاب حاليا والمنصات اللي جاي هتبقى ايه الفيديو ده يا شباب من البداية للنهاية حرفيا هعرف لك قوة المشروع عاملة ازاي واحنا في الاساس المفروض نشتغل على العملة دي بكل قوتنا ولا نشتغل عليها ازاي اصلا واذا هيحصل في الفترات الجاية والمفروض اللي انا كمل تعدين ولا هي عملة سكام اصلا يا هندسة وهنسحب ازاي وكل الكلام ده اولا يا صديقي لو هي عملة سكام كده خلينا نشوف الكميونيتي بتاعها الاول على تليجرام بقى قد ايه الفيديو اللي فات كان ربعمية الف مشترك على تليجرام دلوقتي احنا كام مليون وخمسمائة الف هل ده يدل اللي هو سكام اقول لحضرتك خليك معايا لو ارقام حتى فيك التليجرام مش محتاج اللي هو يعمل ارقام فيك يا شباب لان ده عملة طبعة لمشروع التليجرام طبعة لعملة تون وعملة تون دي ات عملة التليجرام طيب كلام جميل احنا عندنا مليون وخمسمائة الف شخص في اقل من شهر على تليجرام تابع للمجتمع ده طيب وعندنا التويتر برضو عندهم كم مشترك خلينا نبص كده بصة عندهم خمسمائة الف على تويتر طبعا هي عملة تابعة للتليجرام فمجتمع التليجرام عندهم هيبقى كبير جدا وضخم جدا طيب خلينا نشوف البوت بتاعنا ويجمع تعديني هندسة وهل انت مواظب على التعدين ده ولا ايه بالزبط هنا البوت بيجمع لنا طبيعي زي ما انا قلت لحضرتك دايما البوت بيجمع طبيعي لوحده يعني حضرتك بتشتري البوت تقفل الحساب بتاعك وبيجمع لك هو بيجيب لي تقريبا كل اتنشر ساعة مية اتنين وسبعين الف عملة هنقول له شكرا جمعنا هنا خمسة وعشرين مليون ستمية الف عملة انت بتجمعهم ازاي هندس سقول لحضرتك دول الاحالات الاحالات اكتر شي بيكسبك في اي مشروع تعدين او حتى اي مشروع ما في المجال بتاعنا ده يبقى رقم واحد الاحالات مهمة جدا 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 يا صديق تاني حاجة اللي انا بخش بضغط على كلمة البوس بضغط له هنا على التيربو تيربو ده بيجيب لك عشر اضعاف العملة اللي حضرتك بتستلمها كل نقرة لو قلنا له جد هنبدأ نضغط له كده لحد ما يظهر لنا صاروخ اهو صاروخ ظهر يا شباب نضغط ضغط عليه بدل العشرة هناخد مية عملة او خمسين عملة على حسب ما هو يضعف لك ممكن مية وخمسين عملة كمان للنقرة الواحدة هنا جايب لي خمسين عملة ممكن يديلك مرة مية وخمسين في المية ممكن مرة مية في المية ممكن خمسين في المية عشرة في المية على حسب ما يظهر لحضرتك طيب احنا لو دخلنا على الاحالات هنا زي ما حضرتك شايف انا عندي 700 احالة 700 احالة دول مطلعيني 14 مليون قطعة او 14 مليون عملة هتقول لي يا هندسك 700 احالة و 14 مليون قطعة بس ده قليل جدا اقول لحضرتك لا يا صديقي الاحالات ديت لازم ان تشتغل وترفع المستوى بتاعها الحالي او التقييم بتاعها الحالي ان كان بقى دهب او بلاتينيوم او دايموند كل ما يرتفع التقييم كل ما يزيد ربحك من الاحالة يعني مثلا في مرحلة البرونز بيديك رقم معين من الاحالة دي لما الاحالة دي ترفع للجولد يديك رقم اعلى وهكذا وهكذا يعني مش كل العملات اللي معي ديت من الاحالات فقط زي ما قلتلك الاحالات اللي معي مطلعا لي 14 مليون قطعة او عملة من عملة نوت كوين طيب يا هندسك انت جاي تكلمنا في الكلام ده الكلام ده كله عارفين هقول لحضرتك لا طبعا يا صديقي ما تيجي كده اوريك حاجة مهمة جدا وعملت ضجة في الفترات اللي فاتت بالنسبة لعملة نوت كوين ادراج عملة نوت كوين على كوين ماركت كاب هنا بقول لحضرتك عدد العملات اللي هو 420 تريليون عملة وهنا الويب سيت الخاص بعملة نوت كوين طيب كل دي الناس مجمع عملات هنا بيقول لحضرتك يعني اعلى معدنين وهنا اعلى تيمات يعني مش شخص واحد معا كل ده يا شباب لا ديت تيمات مش شخص واحد يمتلك جميع العملات دي ديت اتمات مجموعة اتمات ممكن يبقى تيم في مثلا 200-300 شخص بيجمع كل العملات بتاعتهم ويبدأ يقول لك التيم ده معا كام عملة وهنا اعلى المعدنين او الطوب ماينر لحد بقى ما ننزل لتحت خالص دول اللي جمعوا من التعدين من التعدين بدون الاحالات التعدين فقط هو عمتا الموقع الخاص بيهم بسيط جدا وقليل جدا هنا بيقول لك توتال بالانس او جماعة المحافظ تمتلك كام 9 تريليون عملة من عملات النوت كوين عدد اللاعبين هنا بيقول لك توتال بليارز 19 مليون شخص شغال على المشروع فحضرتك هتبدأ بقى تقول ده مش اسكام فعلا ده انا ممكن اشتغل عليه واكسب منه ارقام كبيرة جدا طيب برضو عايزين نعرف هي العملة دي تابعة للتليجرام فعلا ولا اي كلام هقول لحضرتك خلينا نروح على جروب تون او عملة التليجرام او كوميونيتي بتوع التليجرام نفسهم لو جينا في البحث كده في جروب او قناة التليجرام بتاعت التليجرام نفسه او مجتمع التليجرام اللي هو تون كوميونيتي وكتبنا في البحث كده نوت كوين هيظهر لحضرتك جميع البوستات اللي بتكلموا فيها عن نوت كوين او عملة نوت كوين فهي دي عملة التليجرام التانية او عملة الميم التانية للتليجرام خلينا نترجم الكلام ده كده ونبتد نشوفه وده كان البس اللي انا كلمت حضرتك عليه او اللايف اللي كانوا طلعينه في الامارات بيتكلموا فيه عن عملة نوت كوين خلينا نشوف كده الكلام ده بقى نترجمه بقول لحضرتك هنا حقك الجتاوي اللي هما كانوا عاملينه أول مؤتمر شخصي لتون في دبي زي ما قلت لحضرتك اللي هما كانوا عاملين المؤتمر ده في دبي نجاحا هائلا حيص حضروا أكثر من 500 مشارك وأجواء نابضة بالحياة مليئة بالخطبات الرئيسية وإعلانات النظام البيئي الرئيسي شكرا جزيلا لمجتمع تون طيب خلينا نشوف كلمة الأهم فيما يلي أبرز النقاط طرح المحفظة متاح لكل مستخدمين تليجرام افتراضيا بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024 يعني كل الناس هيقدروا يعملوا المحافظة بتاعت التليجرام بتاعتهم على تليجرام نفسه زي ما حضرتك شايف هنا لو جيت مثلا لغيت الكلام ده وجينا على أي جروب مثلا الجروب الخاص بينا وضغطنا هنا جنب الصورة تحت عندنا خيانة الولد ديت هيفتح لي المحفظة بتاعتي بتاعت التليجرام اللي هي خاصة بعملة تون وإن شاء الله عملة نوت كوين تظهر معنا هنا قريب لكن عملة نوت كوين هتدرج على منصات على طول هيبقى لها استخدامات أخرى وأعتقد ان التليجرام كمان هيستخدمها في حاجات تانية وهنعرف كل الكلام ده بقى مع الوقت طيب كلام جميل الدول المفتوح يهدف إلى تفعيل 5 ملايين مستخدم لمشاريع تون خلال الـ 12 شهرنا القادم بحوافز مدعومة من تون هيبقى فيه مسابقات وعروض وحاجات تكسب منها من خلال تون تم الكشف عن خطط جمعية تون ستصبح المنصة بمثابة ملف تعريف صمع لجميع مستخدم تون مما يجعل نظام تون البيئي الأكثر جاذبية للمنشئين الذين يستهدفون شرائح مستخدمين محددة فيما يتعلق بالبرنامج كل اللي احنا عايزينه خلال الحصول على الدعم بما في ذلك السيولة والتسريع والتسويق القيناة نظرة أولية على مشاريع جديدة مثل نوت كوين وحاطين اللينك بتاع البوت وإج فايت كلاب وهما لعبتان ومصممتان لمساعدة مستخدم الويب سيري الجدد على فهم الرموزة المميزة والمقتنيات يعني هما بدأوا يتكلموا عن نوت كوين وعن إج فايت كلاب اللي هي موجودة ده خل بوت النوت كوين في اللقاء بتاعهم أو في الاجتماع بتاعهم اللي كان معمول في دبي كلام جميل جدا خلينا بقى نبدأ نشوف النوت كوين هنا بقى بيقول للحضرتك إيه لعبة اللعبة من أجل الربح بليه تقرن هي بيقولوا عليها لعبة تمام؟ تمام القائمة على تون القائمة أولها تبقى تحت تون على طول والتي كشف عنها فريق أوبين بيلدرز في جيتاوي 2023 في دبي وصل إلى أكثر من 4.1 مليون مستخدم خلال أسبوع واحد من إطلاقه رسميا في ليلة رأس السنة الجديدة ليلة رأس السنة يعني تقريبا 24 يوم الإطلاق الرسم لعملة نوت كوين بقى لها 24 يوم في أسبوع واحد ومش هتلاقي عملة أو أي حاجة ما تجيب لك أربعة مليون ومائة ألف شخص في أسبوع دي استحالة لكن من قوة المشروع والناس عندها إيقان كبير جدا إن التليجرام مشروع كبير جدا ومستثمرين كبيرة جدا علشان كده الناس بدأت تشتغل على نوت كوين هل في حاجة الناس والمستثمرين شايفينها فشلة وهيستغلوا عليها أقول لحضرتك لا طبعا بيقول لحضرتك هذا النمو الهائلة التي تم تحقيقه بشكل عدوي بفضل آليات التواصل الاجتماع الفيروسية في تليجرام يتجاوز إنجاز شات جي بي تي يعني الإنجاز اللي عملته نوت كوين ده يتجاوز شات جي بي تي اللي هو عمل ضجة كبيرة جدا في العالم المزهلة المتمثل فيه الوصول إلى مليون مستخدم في خمس أيام والجدير بالذكر أن نوت كوين وصلت إلى أكثر من مليون مستخدم خلال يومين فقط يعني هنا شات جي بي تي انضم ليه مليون شخص في خمس أيام هنا نوت كوين انضم ليه مليون شخص فيه يومين فقط واكتسبت حوالي مليون مستخدم خلال 24 ساعة الماضية وهذه الوطيرة غير المسبوكة تجعلها لعبة الويب سير الأسرع النموا في التاريخ على أسرع بلوكتشين في العالم التعدين بالنقرة لكسب انغماس في البساطة والإصارة ما عليك سوى النقرة على آيكونة العملة في تطبيق تليجرام مين تابع طبعا النوت كوين في مرحلة التعدين لكس بقى معايا هنا نوت كوين في مرحلة التعدين وتستعد الإطلاق الرمز نوت كوين بتستعد خلاص اللي هي تطلق الرمز يعني هتدرجه على المنصات بقى وهكذا كلام جميل جدا تعمك في المدونة خلينا نروح نشوف المدونة برضو علشان نأكد الكلام ده هنا فتحنا المدونة الخاصة بعملة تون أو بمجتمع التليجرام عمتا هنا بقى بيبتدي يقول لك ان الكلام اللي احنا كنا بنقرأ ده كان باختصار هنا بقى بيتعمك أكتر هنا بيتكلم عن الازدهار بتاع عملة نوت كوين وبقول لك ازاي فرق بين شهد جي بي تي ونوت كوين وهنا بيقول لحضرتك ازاي تكسب أكتر هنا بقول لحضرتك ازاي تعمل المهام ديت وتكسب طبعا الكلام ده احنا شرحينه في فيديو خاص به هنا بقول لك انضم ليه سكواد أو لتيم علشان تبدأ تكسب أكتر حتى الآن هل تم سك نوت كوين على الذين ينتظرون بفرغ الصبر سك نوت كوين أو ادراج نوت كوين هذه العبارة الشائعة جدا بين مجتمع تون هنا بقول لحضرتك الاول بيدرجوا العملات على كوين ماركت كاب وكوين جيكو وهنا برضو ما قالوش يوم معين بالزبط يوم معين ما قالوش على منصة ايه؟ ما قالوش لكن كان عاملين استفتاء على تويتر خلينا نروح على تويتر كده ندخل على النوت كوين الاولى ده حسابهم الرسمي يا شباب اللي هو النوت كوين فايدة والصورة بتاعته اول خلفية بالاسود طيب احنا كنا شايفين هنا في استفتاء زي ما حضرتك شايف اهو قال لنا نعمل كده الترجمة قال لحضرتك هل يجب عدم سك وادراجها كرمز مميز انت صاحب القرار قلنا له نعم احنا عايزين العملة تدرك كرمز مميز حلو جدا لو حضرتك ما تعرفش عملة نوت كوين هيبقى من مشاريع الالعاب يعني في شركات هتعمل الالعاب وهتوزع بالنوت كوين يعني لها مشروع قائم مش زي عملات ميم تانية ومش عارفين دي مشروعها ايه ولا شغال في ايه ولا اي حاجة من دي لا دا ليها مشروع قائم بص بقى معايا هنا كده يا صديقي خلينا انترجم الكلام ده كده حتنصرت يعني تتوقع ايه من ده انا اتوقع وان شاء الله العملة تدرك فيه المنصات الاربعة دول وهنشوف سعر خرافي في العملة دي يا شباب عايز اوضح بس نقطة للشباب عملة الميم طبيعي ان ارقامها تبقى كتير كده ممكن يبقى معاك مليارات من العملة بناء على شغلك تقدر تكسب المليارات دي ليه مليارات علشان ده عملة ميم بتاعها كبير جدا 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 هل معنى ده ان العملة برضو ممكن تبقى فشل لا بيحصل حاجات اخرى بعد كده بيحصل حرق يقلل التوتال سابلاي بدل 420 تريليون يقسموه للنص مثلا يبقى 210 تريليون فبالتالي تحتاج سيولة ايهل علشان العملة ترفع حاجات كتير جدا ده كله هنفهمه مع الوقت انا ان شاء الله من المشاريع اللي براهن عليها في الايام اللي جاية عملة نوت كوين وبحب اوضح لحضرتكم محدش يقطع التعديل جمع بكل ما تأتيك الكوة علشان حضرتك اللي هتكسب مش انا اللي هكسب العائد عائد عليك انت مش علينا وانا موجود هنا علشان حضرتك يبقى قدمك الفرصة وقدم لك الفرص على طبق من دهب عملات كتير جدا شرحنة ما كانش لها اي اعلانات الاندرجات ما كانش لها تحديد اي حاجة فقط مشروع محتوط وخلاص ما فيش اي توريخ محتوطة ما فيش عقدة حتى تعمل للعملة واملنا بالمشاريع ديت والحمد لله العملات كلها اندرجت وبعنا العملات وكسبنا منها شرحه بوت عملة نت كوين هتلاقيه في الـ كل حاجة بالتفصيل هتلاقيه في الـ ازاي تشير البوت ازاي تعمل المهام ازاي تكسب اكتر كل ده هتلاقيه أسفل الفيديو كده يكون خلص فيديو النهاردة مس عليها باللايك الجامل بتاعك كومنت برأي حضرتك اشتراك لو حضرتك مش مشترك فعل زر الجرس عشان وصل لك كل جديد هدفنا من القناة زيادة رأس المال والربح المجاني واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم